طيب هنروح للطايرة يمكن خبر مهم جداً وانتعارفين ان كان فيه اتحاد طايرة صدر ضد حكم مركز ستاسوية التحكيم الرياضي تم حل المجلس وبطلان الانتخابات كان وجي تولى مسؤولية اللجنة المؤقتة الكابتن سامح حمدي وتولى في وقت عصيب مع عودة الرياضة طبعاً سوري كابتن سامح حمدي شقيق كابتن حسن حمدي طبعاً طبعاً تولى المسؤولية في وقت عصيب كورونا النشاط بيرجع عايزة حافظة عن نشاط منتخبات اعدادات الكلام ده كله طبعاً فيه صعبات قبلتهم شوية عاملوا جمعية عمومية الدنيا ماشية الانتخابات اللجنة المؤقتة اخترت الاندية بمعادة جمعية عمومية عشان انتخابات مجلس جديد بإذن الله اللجنة حديدة يوم 11 ديسمبر هيكون فيه جمعية عمومية غير عادية الأول هيكرروا فيها الليحة وبعد كده جمعية عمومية عادية هيتم فيها الانتخابات باب الترشيح تفتح من مبارح لغاية يوم 6 نوفمبر هيترشح الرؤساء حسب ليحتهم بقى اذا كان فيه امين صندوق اذا كان فيه اعضاء مجلس ادارة الترشيح تفتح لمدة 6 ايام ان شاء الله اكيد هيكون كابتن سامح حمدي معنا في الحلقات القادمة لانه الحقيقة تولى المسئولية فترة حرجة جدا 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 وعدى بالمركب لبرى الامان وعلى فكرة هو مش نازل الانتخابات وكان الشرط الاساسي لهذه اللجنة زي اللجنة الخماسية في كرة القدم ما تنزلش الانتخابات تدير الانتخابات ولكن ما تنزلش الانتخابات عشان الشفافية وعشان ما يتقلش ان الناس دي بتدير او بتزبط الانتخابات لصلاحها وده كان شرط اساسي والحقيقة كابتن سامح تقبل المهمة بكل يعني شجاعة والحقيقة وصر خلاص لبرى الامان الدنيا هانت 11 ديسمبر ان شاء الله سيتم تسليم الاتحاد لمجلس جديد منتخب